السلام عليكم وعطاركم أستاذ يسر محمد نجيم من مدرس الشيء في الخاصة الغات في الفيديو ده هنشرح لحطاراتكم إزاي تقدروا بأنكم ترفعوا البحث بتاعكم وتسلموا البحث بتاعكم في الفيديو ده هنبدأ نشرح إزاي تقدر أنك ترفع البحث بتاعك طبعاً أنت هيكون عندك في الفصول الدراسية الفصول اللي أنت انضمت عليها إحنا هنضغط على فصلة من الفصول ديت هتلاحظ بأنه هيزهر لك في الفصل ده لوحة خاصة بتسليم المشروع البحثي علشان تسلم المشروع البحثي تقدر بأنك تضغط على افتح هتظهر لك الشاشة بالشكل ده من خلال الارفاق هتبدأ أنك ترفق الملف بتاعك الملف بتاعك لازم يكون بي دي اف ما يكون شورد الارقام التعريفية هتكتب فيها الكود بتاعك بس وكود الفريق بتاعك واحد من ضمن الفريق هيسامي الملف باسم الكود بتاعه بعدها جي ويذكر السنة الدراسية لو أنت جي تلاتة يبقى أنت تلتة ابتدائي جي أربعة رابعة ابتدائي جي خمسة خمسة ابتدائي جي ستة ستة ابتدائي لو أنت أول إعدادي هتبقى جي سبعة لو أنت تاني إعدادي هتبقى جي تمانية لو انت التالت اعدادي هتكتب جي تسعة في نهاية الكود بتاعك. طيب انا دلوقتي ما بكتبش اي اسماء هنا في الرقم التعريفي. بكتب الكودين بتاعي بس. طيب هبدأ اني احفظ الملف بتاعي فايل save as. واختار من الفايل طيب هنا. اختار pdf. بعد كده اعمل حفظ للملف. حاليا زهر عندك الملف بكود من الكودين اللي احنا بسميين بهم. وبعد كده هتلاحظ ان عندك في نهاية الملف بتاعك السنة الدراسية اللي هي عبارة عن جي سبعة لان البحث ده مثلا تبع اولا اعدادي. طيب انا هفتح الصفحة بتاعتي. هبدأ باني اقول له ارفق. لو الملف على الكمبيتر بتاعك او على التيفون بتاعك بتقدر تستخدم الخانة ديت. لو ملف انت رفعته قبل كده على حقيبة الظاهر او انت كنت شغال على ورد اونلاين يبقى انت هتجيبه من حقيبة الظاهر. فانت هتختار الرابط ده. لو انت رفعته على خدمات سحبية او اي حاجة من الحاجة ديت بتقدر انك تطلبه من على شبكة الانترنت. احنا نرفع دلاتي من على ملف الحاسب بتاعنا. مش هرفع ملف الورد انا هرفع ملف البي دي اف. هيبدأ انه يرفع الملف على حسب سرعة الانترنت عندك. بعد كده بيظهر لك خانة تسليم الواجب. مجرد ما انت ما تعمل تسليم الواجب. البحث هنا هيكون اتبعت لمدرسك. بيسألك في البداية هل انت متأكد انك عايز تسالم الواجب بتاعك او انت مستعد فعلا بقى تسالم الواجب. على اساس لو انت ضغطت تسليم الواجب بالغلط. هتقول له اه تسليم. ظهور الملف عندك بالشكل ده. ده بمثابة تأكيد او ايصال بيأكد لك انك ملفك اتبعت. تقدر بقى انك تتأكد قبل ما تبعت بشكل نهائي. تقدر بقى انك تتأكد من الملف اللي اتبعت بقى انك تضغط على الس وبعد كده تعمل تنزيل. لو انت لقيت انك عملت الملف غلط او بعدت الملف غلط هتعمل اعادة ارسال واجب وهتبدأ انك ترفق الملف من جديد. طيب انا دلوقتي متأكد من الملف بتاعي اللي انا رفعته في المرة الاولينية وعايز اعرف المدرس بتاعي بان الفريق العمل بتاعي هو عبارة عن كذا. هنقر على التعليقات وهضيف تعليق جديد باكواد الطلاب لمشاركين في البحث. انا كتبت الكود الاوليني في اسم البلف هتاخد الكود التاني وتحطه نسخ وتلزقه هنا. لو انت عايز تاخد الكودين مع بعض وتاخدهم نسخ. وبعد كده تلزقهم في التعليقات وتقول اضافة التعليق مفيش مشكلة. في الحالة ديت هيكون التعليق بتاعك هيظهر للمدرس بانك انت بعت الملف بالشكل ده وبعت تعليق معه بان المشاركين في البحث ده هم طالبين والاكواد بتاعتهم موجودة. مجرد ما تبعت الملف بتاعك انت كده خلاص سلمت البحث بتاعك وانت كده قديت الواجب اللي عليك انتبهوا بان المعاد بتاع التسليم مفتوح من تسعة مايو لغاية ستاشر مايو مافيش اي بحث هيقبل تقديمه بعد ستاشر مايو فهيغلق التقديم في الخانة دي. لما احنا رجعنا للفصل الدراسي هتلاحظ بانه هعملك علامة صح بانك انت هنا سلمت البحث ده. تقدر بانك تضغط على ازهار التسليمات علشان يأكد لك بان ايه الملف اللي انت بعدته ده في حالة مثلا ان انت اتعرضت الموقف بانك مش فاكر هل الملف اللي انت رفعته ده كويس ولا او تقدر بانك تعمله مراجعة. مجرد ما تزهر لك علامة الصح دية جنب الرابط المخصص لتسليم الابحاث. يبقى انت كده خلاص سلمت البحث بتاعك. شكرا لحضراتكم ونتمنى لجميع كل التوفيق.